موسيقى 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 أسعد الله مساءكم بكل خير متابعين ومتابعي تقص العرب في الأردن تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي تم تصنيف على أنه من الدرجة الأولى وهي الدرجة الضعيفة والأضعاف حسب مقياس تقص العرب لتصنيف شدة المنخفضات الجوية وتتهيئ الفرصة تدريجيا خلال ساعة يوم الأربعة ويوم الخميس وطول زخة من الأمطار في العديد من مناطق المملكة توقعات الجوية للعصم عمّة خلال هذه الليلة حيث تسود أجواء رطبات ضباب خفيف متوقع أن يتشكل ثمان درجات مئوية كحرارة دنيا الملموسة سبعة الرطبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات أسرع تفاصيل الحال الجوية المتوقع لباقي مناطق المملكة اليوم غد حيث تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الأولى تأثيرات الأولية تبدأ في المنطقة الشمالية حيث تكون الفرصة مهيئة لهضو زخات من الأمطار اربط 17 إلى 10 عجلون 13 إلى 8 جلش 17 إلى 9 والمفرق 17 إلى 7 درجات مئوية بالنسبة لمنطقة الوسطى تتأثر تدريجيا أيضا بهذا المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى خلال ساعة النهار يكون الجو متقلب بين الغائم جزئيا والغالب الغائم مع فرصة لزخات من الأمطار تتحسن فرصها خلال ساعات ما بعد الظاهرة الزرقاء 18 إلى 8 عمان 14 إلى 8 البلقاء 15 إلى 10 مأدبة 16 إلى 8 والبحر المية 22 إلى 13 المنطقة الجنوبية الكارك 12 إلى 7 الطفيلة 12 إلى 7 الشوبك 10 إلى 6 ومعان 15 إلى 5 والعقبة 20 إلى 12 مع تقس غائم جزئيا بشكل عام بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأ بالصفاوي حيث تكون الأجواء نوعا ما مستقرة أو تتفرق بعض الغيوم 18 إلى 5 درجات مئوية 14 إلى 16 إلى 6 الأزرق تقس غائم جزئيا 19 إلى 8 درجات مئوية إلى هنا تنتين شرطنا للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر